بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين اي يا رب تكونوا بخير? زي ما احنا اتفقنا كل يوم هننزل حوالي 28-30 سؤال لمنصة حصص مصر. نحلهم مع بعض ونشوف لو في افكار جديدة نحاول نكتبها عندنا. نبدأ على طول عشان ما نضعش وقت. السؤال الاول موقف طبعا من المواقف. بيقول لي صديقكم بيسألكم. مهمة اول كلمة دي. معناها ايه? معناها مكونات دو فوتر صاندويتش. الدي. واحد بيسألك ما هي المكونات بتاعت الساندويتش بتاعك? انت هو هيقول. يعني عايز يقولك بفرانسوية ما هي مكونات الساندويتش بتاعك? تعيشوف الخيارات. كون تي اه كون بران تي تانديني. متى انت تأخذ عشائك? ما تنفعش. دي مش بنسأل على مكونات. طيب. كاسكيليا. كاسكيليا معناها ماذا يوجد? دون تان صاندويتش? هي دي الاجابة الصحيحة. طيب. كاسكيتيمونج ماذا تأكل في الفطار? ما تنفعش. طيب. ما هو طبقك المفضل? لا انا بسأل عن مكونات الساندويتش. يبقى دي الوحيدة اللي تنفع هي الاجابة دي. نشوف اللي بعده. طيب. السؤال اللي بعده بيقولي. انتم بتحبون مادة الاحياء لكن بتكرهوا مادة الكيميا. مش عارف عام لعقدة لكل طلبة سنوية عامة مش عارف ليه. لكن بتكرهوا الكميا انتم تقولون. اقول انت بتكره الكميا ها? وبتحب البيولوجي اللي هو الاحياء. تقول البيولوجي الكيميا بتكون اكثر صعوبة من الاحياء اه. هي دي الاجابة الصح. طب تحب نشوف اللي بقى ينفع. الكيميا بتكون مساوية في الصعوبة للفيزياء. ما تكلمناش لا على الفيزياء. واتكلمنا على الكميا بس. طيب الكيميا بتكون اقل صعوبة من البيولوجي ما تنفعش. الكيميا بتكون مساوية في الصعوبة الانجليش ما ينفعش. يبقى اجابتك الصحيحة. اه الاولى. طيب نشوف اللي بعده. اه بيقول لي. انتم تتصلون بصدقكم. انتم بتتصلوا على زملكم. وهو بيقول لكم وبتقول له انت فين? هو هيقول. يعني انت بالبلد كده بتتصل الى واحد صاحبك تقول انت فين? هو بقى? يقول لك. يقول لك. يقول لك. يقول لك. انا امام الحديقة وهي دي اجابتك طبعا الصح. طيب تقول له جو سي فرنسي انا فرنسيوي او بتكلم برتغالي ما تنفعش. يبقى اجابتك الصحيحة هنا. اه الجملة رقم اتنين. طيب نشوف السؤال اللي بعده. انتم تطلبونا من صدقكم. انتم تطلبونا من صدقكم. اين? الارنب يعيش. هو يقول. طيب. لا ما تنفعش. دي المكان اللي فيه الخرافة والمعنى. اه هي الصح. دا المكان اللي بعيش في الارنب. العشة. ما تنفعش. طيب. دا اللي هو ما ينفعش. خلاص? يبقى الارنب بيعيش في الناس. نشوف اللي بعده. الجملة اللي بعدها بيقول لي صديقك. يريد اشتي دي لا سي. طيب. يعني حاجة برباط. يريد ان يشتري اربطة. رباط واحد صاحبك عايز يشتري رباط. انتم تقولون له. اقول له روح محلة احزية. اه. هي دي الصح. طيب روح محلة ملابس ما تنفعش. طيب روح محلة اللي هو الخضري. الفكهاني. لا ما تنفعش. يبقى اه اه شسور دولاسي معناها رباط اربطة. يبقى جيبها الجزمة من محل احزية. يبقى يا دي اجابتك الصح. طيب نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم ستة بيقول لي. يعني انتم تريدون انتم تستيقظوا في ساعة محددة. مهمة اوي. انتم تقولون. تقول. انا هزبط المنبه. هي دي الصح. طيب ولا اليه الار؟ هو يكون في الموعد؟ لا. طيب المنبه بيقى على المكتب؟ لا. طيب على الترابيزة؟ لا طبعا. يبقى انتم تريدون ان تستيقظوا في ساعة محددة. انتم تقولون يبقى انا سوف ازبط المنبه. طيب اللي بعده. بيقول لي دا جرامير بقى. في الشتاء الجبال تكون مكسية بي. قلنا ما يأتي بعد ان صفة. والصفة لازم تكون في المفرد المذكر. حتى ولو كانت كلمة مونطاني جامع مؤنس. الصفات دائما بعد ان. وبعد سي توضع في المفرد المذكر. طيب يبقى الاولانية هي اللي صح. شوف اللي بعده. طيب. بعد كده بيقول لي دون نقطة طابل. يا طرى كلمة طابل دي مذكر ولا مؤنس. ده المكان اللي بيعيش فيه البقر والجموس. طابل قلت لك مفرد مؤنس. فلازم اجيب لها ست. طب ان هي ست اللي تنفع? ست بدو تي. طيب اللي بعده. رقم تسعة برضو آآ بيقول لي هنا جاك في دو جاك بيلعب هندي بول قال لي نعم وي الفي اكمل الفي دو هوند طيب دي ايه اللي تحت دي الخيارات دي ضمائر بتحل مفعول مباشر او غير مباشر. يبقى رقم واحد لازم ما اقول كده. ده المفعول اللي اتحزف مباشر وغير مباشر. نعم هو يلعب هندي بول محطتش حرف جر. دي ادات تجزئة. والمفعول هنا مباشر. مدام مباشر يبقى لازم اشيل اجرك. طيب والفعل ده مش بادئ بحرف متحرك اشيل الا ابوسترو فاضل الاتنين بقى. قلنا الان ينفع اختاره لو كان المفعول مسبوك بحاجة من اربعة. طيب ما تفكرنا كده مصر عشان بنسى. حاضر. لو المفعول مسبوك بعدد من الاعداد او صفات كمية او اداة نكرة او اداة تجزئة. اجيب اون. طيب هنا ولا حاجة من دول هنا في حاجة من دول اه في اداة تجزئة. يبقى اختار الضمير الاسمه اون. طب ينفع لو قال لي لا لو بقى بختاره لو كان المفعول اللي هو كلمة دي مسبوكة بايه بحاجة من اربعة. اه 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 صفات اشارة اه اداة معرفة. ان يكون المفعول اس معلم. اه 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 وكذلك اداة معرفة. حلاص? ماشي نشوف اللي بعده. بيقول لي في السؤال اللي قدامنا ده. من يجيب على السؤال? عايز هنا نفي جزء يا جماعة. نفي جزء كي موجود اتعرفني. انفي كي اللي بتسأل عن العاقل ببرسون. يبقى برسون هي الاجابة الصحيحة. طب نشوف اللي بعده. بيقول لي هنا مومبير والدي. نقط دو بخوسيل لاندي بروشان. لاندي بروشان اللي اتنين القادم. يبقى ده زمن. الكلمة دي عرفتني ان الجملة دي لازم توضح في زمن المستقبل. اللي هو بيتكون من تصريف في زمن المضارع زائد مصدر. طيب مومبير اعوض عنه بل? لانه مفرد. تصريف مع تبقى تبقى طيب فين فا? لقيت واحدة هي. طيب هيا دي الصحة. بس فا زائد مصدر. اللي بعده. جملة اللي بعدها بيقول لي. آآ موان جو بي دعلي جوسك لك. قلز يقول انا استطيع ان اتنزه او امشي جوسك حتى البحيرة. هو عايز ايه هنا? عايز حرف جر يأتي قبل البحيرة. البحيرة دي ينفع اجيب معايا هدولة? قللي لا لي يا مستر. طب ما البحيرة دي اصلا مفرد اآ مذكر فدولة دي بتاعت مؤنس. طب ينفع جيب دون. اقول دون لك. قللي دون لازم يأتي يأتي بعدها محدد لو ولا وإلا ابوستروف وليه وما فيش هنا بعد النقاط محدد في اسم على طول. طب ينفع الله ما احنا قلنا بقى ان هي مذكر. يبقى اوهي الصحة. طيب اللي بعده. طيب بيقول لي هنا اآ دي حالناها قبل كده طبعا ايطاليا بتكون قلنا ان لازم اختار هنا انا حاطط لي هنا المساعد اتر لازم اخد تابعية بناء على ايطالي اللي هي دولة مفرد مؤنس فاخد اخيرها وكاسم مفعول. طيب نشوف الجملة اللي بعدها. بيقول لي انا بستيقظ آآآ الساعة ستة تولي جور كل يوم. قال لي نقاط لفاندور دي بارسكو جوني با دي كل. افهم معنى الجملة اجدعاني. انا بصحة كل يوم الساعة ستة. خلاص? كل الايام بصحة ستة. قال لي هنا عايز حاجة تدي اوبزيتف اللي هي عكس. عايز اقول كده ما عدا الجمعة انا بصحى متاخر لاني ما عنديش مدرسة. طيب اخد بالي من الحاجات الهايفة دي. ايه ده حرف عطف معناه وا. ينفع يتحض هنا اقول انا بستاكس كل يوم الساعة ستة. والجمعة بصحى متاخر ما ينفعش. طيب صف معناه ما عدا. وهي دي اجابتك الصحة. طب او اداة تخيير معناها كزا او كزا. بصحى الساعة ستة او سبعة. طب كم معناها مثل ما تنفعش خدناها قبل كده في حرف جرطة. طب او اداة تخيير معناها او. خلاص سهل هه الموضوع. طب نشوف اللي بعده. اه احنا حلنا اربعتاشر جملة فنقف شوية. اه اي كلام هقوله او اي كلام حد هيقوله لك دلوقتي مش هيوصف كمية الضغط وكمية الصعوبات اللي انت بتواجهها دلوقتي. خلاص? لكن عايز اقولك مهما كان الاوقات الصعبة اللي احنا فيها دي هتعدي. كده كده بحلوها بمرها باي شيء انت اتعرض طوله الايام دي كده كده هتعدي. لكن الايام دي لما تعدي عايزك تعدي وانت اكتسبت منها خبرات واكتسبت منها حاجات جديدة تفيدك فيما بعد قدام يعني. هو بيقولك كون قويا ليست كل ايام صعبة. اه هيجي اوقات سهلة. كمان مثلا تلاتين اربعين يوما نكون خلصنا. الرجولة او دايما الجدعانة ان الاوقات الصعبة دي تعد عليك وتتعلم منها وتديك دفعة فيما بعد ان انت لو تعرضت الحاجات زي دي تبقى راجل وقف مكانك. اه بتعمل اللي عليك بقدر المستطاع. وهي الدنيا كده. حتى لو الناس كلها شايفة ان ان انت بتضع وقتك في علم او بتضع وقتك في حاجات وحشة يشوف اللي عايز يشوف يشوف. اهم حاجة تكون انت واسخ من نفسك ومتأكد من اللي انت بتعمله. حتى في بيت شعري كده مشهور يقول لك. اه اه سأمضي وان كان ضربي مخيفا وان كان فيه يقيم الرادة. يرون بيا الشوكة من كل جنب ولكني ارى الوردة والموردة. اللي هو حتى لو الناس كلها شايفة ان انت بتعمل غلط وانت بتأمن في نفسك يبقى انت كده كده هتوصل. مهم عشان ما نطولش الفيديو نشوف اللي بعده يا جدعان عشان الوقت. طيب السؤال اللي بعده اه عندنا رقم واحد. اه بيقول لي هنا ده طبعا اه جرامير. جملة الاولية بيقول لي جدي بيحب الفاكهة الطازجة. قلت لك قبل كده كلمة فاكهة دي جمع مذكر وكلمة هي كمان جمع مذكر. اذا نعيز صفة تناسب خضروات. اه يعني حتى لو انت كنت في اهوس في جمع مذكر للخضار والفاكهة برضو اه جمع مذكر. يبقى اخد اللي هي الاولي. طب نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا بيقول لي برضو جرامير نقط اي لا ريزيون دولا دي في دو فاتري كيب. انا عايز كل. اي واحدة من كل دول دايما دايما لما تلاقي كل كده يبقى باسأل عن نوعية الاسم الموجود في الجملة. فكل دي ممكن يجي وراها. يعني كل دي انت هتشوفها دايما بحالتين بس. يا اما تشوفها كل كده وجاي وراها ويبقى معناها ما ودايما باسأل عن نوعية الاسم اللي جاي بعد دايما. يعني هنا باسأل عن نوعية الاسم اللي اسمه ده مفرد مؤنس يبقى اخد كل اللي هي الاولانية. فيتشوفها كده يا اما ييجي بعدها على طول اسم اللي هو كده كل جور. ودايما كل بقى اشكالها للاربعة لما يحطها لك يبقى يسأل عن نوعية الاسم اللي جاي بعد كل دايما او اللي جاي بعد فيرب اتر دايما. ما بقى تيجي بعد ياس تاة وتيجي بعد صان. خلاص? فبقى بسعل عن نوعية ايه? الاسم اللي دي يليها. هو ريزيون اصلا حططلك قدامها اداة. بيبقين لك ان هي مؤنسة. اه اللي هي لا لا لا. يبقى على طول. حطيلي مفتاح للاجابة حل. جملة اللي بعدها جرامير. شادي بخان. بوس. بور قال ليه قول ساة. يا مستر. قلتلك قبل كده. يا باشا. لو فعل برندر قبل النقاط. لازم اجيب ادوات معرفة. طيب يبقى اشيل اون. واشيل ا. لان دي القاعدة العامة. وهنا استثناء فعلي بران. فاغلي حاجة من اتنين. الاوتوبيس مذكر ولا مؤنس? لا 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 لا. الاوتوبيس ده كلمة مفرد مذكر. عرفت ازاي? ما المستر قال لنا يا ابن في الحصة. ان احنا عندنا كل وسائل ومواصلات مذكرة. ما عدا كلمتها. اقول كده. فواتير سيارة وكلمة اللي هي عجلة. وكلمة موتول اللي هي موتسيكلة. هم بس دول مؤنسين. طيب اللي بعده? يقول لي في السؤال اللي بعده. نعط كار لان يوجد نموز بالخارج من فضلك. هنا دي جملة امرية. عرفنا منين? ان هي هتبدأ بفعل اهو. طيب يبقى انا هدى امر مع التي. ده امر مع التي اه هيدي اللي صح. طب ده امر مع النو ما ينفعش. طب ده امر مع الفو ما ينفعش. طب ده ايه ينفع? كان لازم ما احزف الاس عشان اختارها وعلشان كده اختارت الاولى ايه. بقى دي كمان ما تنفعش. اللي بعده. عندنا رقم خمسة. بيقول لي متى انت تذهب الى اللي هي الحضيقة اللي بنعمل فيها تزلك. دي تنفى بايه? محفظهم لك. خمس حاجات تتنفى بنو جاميه. سمع كده? كون تجور سويفان كالكفوار بارفوار كل دول يتنفوا بنو جاميه ابدا. اللي بعده. طيب. حلو. واحدة واحدة بقى السؤال ده حلو. حرف جر لو انت حضرت الحصة بتاعت حروف الجر. كنت خدت ان حرف جر اون ده بيأتي بعده حاجة من اتنين. ايه هما يا مستر? يجي بعده دولة مفرد مؤنس او اسم قرة من القرات. طب تعال كده. دي ايه قرة? تنفع. طب لوندري مدينة. لو جي قدامها حرف جر احط قدامها ا. طب استاذ ما حطش قدامها اي اكس لانها جامع. ما تبطل هابل بقى. هي في مدينة بتبقى جامع. يعني لندن ينفع قولها او لندنز بالاس. اي مدينة من المدن تاخد اه معادة القرارة والفيوم وسينة تاخد اي يو. طيب ازي تازون اي دي الولايات المتحدة الامريكية. دولة. جامع تاخد ا اي اكس. ولايات مع بعضها. طيب كان دي ايه مدينة موجودة في فرنسا. احط قدامها ا. يبقى اجابتك الصح هنا كلمة ايروب لان جاي قدامها ا. طيب اللي بعده. سبعة. آآ بيقول لي نقط كوا صون ليشو ست. طيب هنا انا بسأل عن ايه? بسأل عن المادة الخام لو انت حافظ هتجيب اون على طول. عشان بسأل عن المادة الخام باحدة سؤالين. اقول من ماذا تكون الجوارب? فتقول لي من القطن. او اسأل عن المادة الخام بكلمة كلمة واجيب بعدها اسم الحاجة اللي انا بسأل عنها. طيب. تمانية. عندنا مواقف. بيقول لي صديقك. بيشير الى عمل المدرب. المدرب ده بيعمل ايه? بيدرب اللاعبين. اه صح. بلاحظ اللاعبين اثناء الماتش? لا. اللي بيرائبهم بلاحظهم اثناء الماتش ده الحكم. بيدير الماتش? لا الحكم. بيتمرن بورلو الشامبيون بيتدرب من اجل البطولة? لا. طيب اللي بعدها. يقول لي. ايدي انتم تساعدون والداتكم في المنزل. انتم تقولون. بعمل واجب البيولوجي. ما تنفعش. انا بتفرج على تلفزيون ما تنفعش. بعمل واجباتي? لا. دي حاجة اسمها التاش ميناجير. واخدناها قبل كده. طيب. انتم تكونون شي اللي مديس عند الطبيب. هو يقول لكم انتم. يقول لكم انا لدي الم في الرأس وانت? ما تنفعش. يقول لكم كالسان لزورير دولا فيزيت? لا ما تنفعش. يقول لكم كالي اي مشكلتكو? فانت تقول له عندي الم كزا او كزا. سو ميدي كامان في كمبيان? ده ده بكام? لا. طيب. انتم تتحدثون عن مشاعركم عندما تشاهدونا وحش. اقول انا سعيد قوي. انا اكون بخير. انا خاي في يد الصح. انا اكون سعيد. لا طبعا. طيب اللي بعده. بيقول لي هنا اه. 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 انتم تريدون اشتي دو. الويل. انتو عايزين تشترو زيت. جوفي على بلونجري ارو عند الخباز. جوفي على بوشري الجزار. جوفي على السوبر مارشي. جوفي على باتيسري عند الحلواني. لا السوبر مارشي. اروح قسم الزيوت اجيب منه زيزة زيت. طيب بعدها اخر جملة. اه. فقه. انتم تختارونا جيبة. لكن لطاي. المقاس. انتم تقولونا الى. اه. البيع. انها كبيرة. انها ضيقة. مهمة اوي. واسعة. هي ضيقة اولو. كده بنكون خلصنا الاسئلة بتاعت النهاردة. ولازم تشوفهم عشان فيها افكار جديدة جدا وحاول تبقى معاك الكراسة جمعك تكتر فيها الملحوظات بتاعتك. يلا مع السلامة.